السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي اليوم عدنا مقارنة بين جهازين من شركتين مختلفة لكن السعر جدا متقارب بيناتهم اللي هو الانور 8 اكس والايسفين 2018 طبعا الانور 8 اكس يأتي بهيكل من الزجاج وشاشة مقطوعة بنوتش بالجزء الاوسط العلوي وهذه الشاشة تكون بحجم 6.5 فول اي بي اس ال سي دي بالابعاد الطولية 19.5 الى 9 اما الايسفين 2018 من شركة سانسونج الذي يأتي باطار معدني وهيكل زجاجي وشاشة مسطحة وغير مقطوعة ولها حافة من الاعلى ومن الاسفل التي تأتي بحجم 6 انش مع طبقة حماية غوريلا غلاس لكن الشاشة من نوع سوبر اوموليد من قياسات الجديدة 18.5 الى 9 اما الشيء الاخر هو المعالج بالنسبة الانور 8 اكس يأتي بمعالج هاي سيليكون كيرين 710 بذاكرة عشوية 4 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 او 64 ويقال انه اكو ذاكرة ثانية هي 6 جيجا لكن حدا لم تصل للعراق طبعا هذا المعالج يأتي بجيل الثاني من ميزة جي بي يو تيربو التي اضافتها شركة هواول هذا المعالج على مواد يضيف اداء افضل ب60 بالمية من السابق المعالج هاي سفن 2018 يأتي من اكسينوس 7885 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا او 4 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 و 64 الحاليا موجود عندنا ال 4 جيجا مع ذاكرة 128 يعني بالذاكرة الداخلية مع الذاكرة العشوائية مساوين الجهازين لو نأتي للنظام يأتي الاونر 8 اكس بنظام الاندر ويد الاوريو مع واجهة هواوي اي ام يو اي 8.2 اما النظام في اي سفن 2018 ايضا الاندر ويد الاوريو مع واجهة سامسونج اما الكاميرات يأتي جهاز الاونر 8 اكس بكاميرتين من الخلف 20 ميجابيكسل و 2 ميجابيكسل واحدة تستعمل للتركيز التلقائل 2 ميجابيكسل اما العشرين ميجابيكسل تكون اساسية بفتحة عدسة 1.8 الامامية تكون بفتحة عدسة 2.0 اللي يكون بقياس 16 ميجابيكسل وهذه الكاميرا تستعمل لفتح القفل للجهاز اما بالنسبة الاي سفن 2018 يحتوي على كاميرا امامية بدقة 24 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 اما الكاميرات الخلفية فتكون ثلاث كاميرات هي الـ 5 ميجابيكسل والـ 24 ميجابيكسل والـ 8 ميجابيكسل 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.2 نستخدم هذه الكاميرا للعزل أما الـ 24 تكون الكاميرا الأساسية اللي هي تكون بفتحة عدسة 1.7 أما الكاميرا الثالثة اللي تكون هي Wide Angle بدقة 8 ميجابيكسل يعني لأي سفيني تفوق بالكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية لو نأتي للبطارية هذا الجهاز يأتي ببطارية 3750 ميلي أمبير بالنسبة لأونر 8X والبطارية لا تدعم الشحن السريع أما بالأي سفيني 2018 يأتي ببطارية 3300 ميلي أمبير وكذلك لا تدعم الشحن السريع لو نأتي إلى السعر وهو يكون مفصل بين الجهازها السعر 227 دولار بالنسبة لأونر 8X مع ذاكرة الداخلية 128 الذي يعادل 272000 عراقي أما السعر بالنسبة لأي سفيني 2018 يكون 250 دولار ما يعادل 300000 عراقي وهذا الفرق راح يكون فقط 28000 عراقي ما يقارب 25 دولار أو 23 دولار يعني راح تفارق بين المواصفات منه راح يفيدك والفرق فقط 25 دولار بين الجهازين لو نأتي لخلاصة المقارنة بين الجهازين الثلاث أمور مهمة هي بين الجهازين بالأونر 8X شاشة أكبر وغير مزودة بطوقات حماية غير القراس وكاميرات أقل بطارية أكبر وسعر أرخص بالنسبة لأي سفين 2018 تكون شاشة بالنوع سوبر أومرد تكون أدق وأفضل لكن أصغر مع الكاميرا الأمامية والخلفية تكون أكبر والبطارية أقل والسعر أغلى يعني ثلاث نقاط الأونر 8X مع نقطتين للأي سفين 2018 شاشة أكبر بطارية أكبر سعر أرخص راح تكون الأونر 8X تحب الشاشة تكون سوبر أومرد ألوانها جميلة وساطعة من شركة سامسونج راح تأخذ الأي سفين 2018 مع الثلاث كاميرات الموجودة في الخلف ومع الكاميرا الأمامية تكون أفضل يعني خلاصة الكلام كاميرات وشاشة أفضل بالأي سفين 2018 وشاشة أكبر وبطارية أكبر وسعر أرخص بالأونر 8X ويمكم القرار في نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو ضغط لايك إذا ما مشترك في القناة شترك في القناة وياكم مرتضى جليحاوي وفي أمان الله